السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي متتبعي قناة تعلم والسفد أهلا ومرحبا بكم إذن سنشتغل على حكاية النحل والسقر إذن سنبدأ أولا بملاحظة هذه المشاهد الأربعة التي أمامنا إذن لاحظوا معي جيدا هذا المشهد الأول أو الصورة الأولى إذن أهم ما يظهر فيها وهناك بعض الحيوانات هناك طائر هناك سنجاب هناك أرنب وهناك نحلة هذه النحلة ماذا تفعل؟ إذن هذه النحلة فهي تبحث عن رحيق الأظهار في الغابة لكي تصنع منها عسلان إذن هذا ما يتعلق بالصورة الأولى والمشهد مأخود أو يمثل الغابة كما كان ثم المشهد الثاني لاحظوا هذا المشهد الثاني ظهر فيه الصقر إذن هذا هو الصقر لاحظوا أنه يريد أن ينقض على هذه النحلة والنحلة تبدو خائفة من الصقر ربما أنه يشكو من إزعاجها له وإقلاقها لراحته فأراد أن ينقض عليها بينما هي تسعد للطيران والهروب ثم المشهد الثالث إذن هذا هو المشهد الثالث إذن هذا المشهد فهو يمثل خلية النحل لاحظوا النحلة اللي كانت عندنا في المشهد الثاني ها هي قد وصلت عند باقي النحلات أو عند خلية أو أفراد خلية النحل وهي تظهر هنا الملكة ملكة الخلية والنحلة تشكو ما تعرضت له من اعتداء من طرف السقر السقر إذن تشكو للملكة وباقي النحلات ما تعرضت له في الغابة مع السقر من اعتداء ثم لمشهد الرابع والأخير لاحظوا في هذا المشهد هناك خلية النحل بكاملها ذهبت إلى ذلك المكان هذا هو المكان الذي كان فيه السقر فوق هذا الغصم وعندما هجم سكان الخلية من النحل هجموا على هذا السقر فالسقر شعر بالخوف وطار هربا بحياته لكي ينجو بنفسه من قبضة هذا النحل الغاضي إذن هذا ما تمثله الصور لدينا هنا لماذا خافت النحلة من السقر في نظارك إذن النحلة هنا في المشهد الثاني لماذا خافت من هذا السقر إذن في نظارك إذن في نظارنا سنقول ربما أن النحلة رأت أن السقر يبدو قويا وأكثر حجما منها ولذلك فهي خافت منه إذن هذا ما سنفترضه إذن سنقول مثلا أعتقد أن النحلة خافت من السقر لماذا؟ لأنها صغيرة الحجم إذن هي صغيرة الحجم بينما هو أي السقر هو قوي البنية وحاد المخالب لاحظوا أن مخالبه تبدو حادة إذن هذا ما سنفترضه ثم بعد ذلك لدينا ألاحظ الرسوم وأتوقع بعض الأحداث إذن طلاقا من هذا الرسوم اللي رأينا هنا والتي تحدثنا عنها سنتوقع بعض الأحداث إذن مثلا المشهد الأول المشهد الثاني والمشهد الثالث والمشهد الرابع سنتوقع أحداثا من خلالها إذن مثلا سنقول كانت نحلة تبحث عن رحيق الأزهار في الغابة لتصنع منها عسلا وفجأة ظهر سقر يشكو من إزعاجها له وإقلاقها لراحته فطردها من ذلك المكان ثم عادت إلى الخلية وأخذت تحكي للملكة وباقي النحلات ما وقع لها مع السقر فاتفق سكان الخلية على الهجوم على السقر مما جعله يشعر بالخوف ويطير هربا من قبضة النحل إذن هذه الأحداث التي سنتوقعها في الحكاية انطلاقا من هد المشاهد والآن سأسمعكم هذه الحكاية سأقرأها على مسامعكم وسنبعد ذلك سنتحدث عن ما جاء فيها من أحداث إذن تابعوا معي النحل والسقر في صباح يوم ربيعي ذهبت النحلة زينة إلى الغابة وهي تأمل جني الكثير من الرحيق لصنع العسل المفيد وما إن اقتربت من شجرة سدر حتى سمعت صوتا مخيفا يردد من يتجرأ على إزعاجي بطنينه توقفت النحلة وأخذت تبحة عن مصدر الصوت وفجأة ظهر سقر كبير وقال ابتعدي أيتها النحلة المزعجة وإياك أن تعود إلى هذه الغابة فهنا أتربص بفرائسي لأنقض عليها وأمسكها بمخالبي فزعت زينة ورجعت مسرعة إلى الخلية وما إن وصلت حتى أخبرت الملكة بما حدث في الغابة قلقت الملكة لما سمعت فاجتمعت مع جميع سكان الخلية لإيجاد حل للقضية قالت نحوله السقر قوي يا مولاتي وتصعب علينا مقاومته الحل هو أن نرحل إلى غابة أخرى ردت صديقتها مستحيل أن نتخلى عن خليتنا وعن الغابة الغنية بالظهور والرياحين ابتسمت الملكة وقالت الغابة ملك للجميع ومن حق الجميع أن يتمتع بجمالها وبخيراتها علينا أن نحافظ على خليتنا لا أن نخاف ونهجرها صاحت النحلات كيف لنا أن نواجهه ونحن صغار الحجم؟ قالت الملكة إذا اتحدنا ستفوق قوتنا قوته هيا لنتنظم في صفوف متراصة ولننطلق على بركة الله نحو الغابة لنواجه السقر المعتدي أيد الجميع فكرة الملكة وما إن أبصر السقر حشودا نحلي وهي تغطي السماء وتتجه نحوه وقد أصم طنينها الآذان حتى اقشعر بدنه واستول عليه الرعب ففرد جناحيه وطار عاليا فرح الجميع بالفوز وأترك سكان الخلية أهمية التعاون والاتحاد في تحقيق النصر المراد إذن هذه هي حكاية النحل والسقر وكما رأينا فيها فزمان هذه الحكاية فهو في صباح يوم ربيعي إذن هذا زمان الأحداث ثم المكان الذي تدور فيه الأحداث فهو الغابة فيما يخص شخصيات هذه الحكاية هناك السقر وهناك النحلة زينة هناك الملكة هناك نحولة إلى غير ذلك وهناك أيضا سكان الخلية خلية النحل أما الأحداث فهي كما رأينا في الحكاية فهذه النحلة خرجت إلى الغابة لجني الرحيق لصنع العسل إذن هذا الحدث الأول ثم الحدث الثاني اقتربت من شجرة السيدر فسمعت صوتا مخيفا هو صوت السقر ثم توقفت وأخذت تبحث عن مصدر الصوت فظهر السقر الكبير السقر يطرد النحلة زينة عندما قال لها ابتعدي أيتها النحلة المزعجة وإياك أن تعود إلى الغابة إلى غير ذلك ثم فزعت زينة إذن أحست بالخوف والفزع ورجعت إلى الخلية ورجعها إلى الخلية ثم إخبارها الملكة بما حدث لها في الغابة الملكة أحست بالقلق فاجتمعت مع باقي سكان الخلية لإيجاد حل لهذه القضية فاقترحت النحلة نحولة أن يرحلوا إلى غابة أخرى لأن رأت أن السقر قوي وتصعب مقاومته فردت صديقتها أي نحلة أخرى مستحيل أن نتخلى عن خليتنا وعن الغابة الغنية بالظهور والرياحين فابتسمت الملكة وقالت الغابة ملك للجميع ومن حق الجميع أن يتمتع بجمالها وخيراتها وعلينا أن نحافظ على خليتنا لا أن نخاف ونهجرها في هذه اللحظة صاحت النحلات علينا أن نواجه أو كيف لنا أن نواجهه ونحن صغار الحجم فقالت الملكة الحل هو الاتحاد إذن إذا اتحدنا سنصبح أقوى منه فطلبت منهم أن ينتظموا في صفوف متراصة وينطلق نحو الغابة ليواجهوا السقر المعتدي فأيد الجميع فكرة الملكة وتوجهوا نحو الغابة وعندما أبصر السقر حشود النحل وهي تغطي السماء إقشعر بدنه وحس بالرعب ففرد جناحيه وطار هاربا هنا فرح الجميع بالفوز وأدرك سكان الخلية أهمية التعاون والاتحاد لتحقيق النصر المراد إذا القيمة التي يمكن أن نستفيدها من هذه الحكاية هي طبعا قيمة التعاون والاتحاد إذا أردنا أن نحقق هدفا في حياتنا فالاتحاد قوة والتفرقة ضعف إذن هذا كل ما يتعلق بهاته الحكاية شكرا لكم على حسني المتابعة وإلى اللقاء